خلينا بقى نخش النهاردة كمان أخبار رمضان إيه أنا أحبه عشان دي أول حلقة مع بعض فالنهاردة خلينا كده نبدأ رمضان عد عليه تقريبا 13 يوحنا 14 أو 13؟ 14 14 الحقيقة رمضان جميل رمضان حلو في كل حاجة دايما لما كنت بتسئل خلال الفترات اللي فاتت أهم ما يميز النادي الأهلي مش في رمضان بس لكن مشاكل عام كنت دايما أقول يا جماعة النادي الأهلي يميزه عائلة النادي الأهلي عائلة النادي الأهلي هي الأساس في كل شيء هذه الكلمة أو الاسلوجن اللي اتخذ مش في الانتخابات اللي فاتت ولكن في الانتخابات اللي قبلها يمكن أنا بالنسبة لي أن الاسلوجن ده واحد من أهم الأمور الخاصة بالنادي الأهلي وهو التريد مارك بتاع النادي الأهلي يعني إيه التريد مارك بتاع النادي الأهلي يعني عندما تتكلم عن النادي الأهلي يجب أن تتكلم عن عائلات النادي الأهلي ليه أنا بقول هذا الكلام لأنه الحقيقة احنا بقالنا كم يوم رمضان زي ما حضراتكم عارفين هو شهر التجمعات شهر إن كله بيقرب من بعض وبالتالي قطاعات النادي الأهلي المختلفة نهواند خلال الـ 12-13 يوم اللي فاتوا بتقدم نشاطات كثيرة جدا وفيه روابط فعلا في النادي انتفق معاك بتبقى دايما بتقدم نشاطات ولكن على الجانب الآخر هناك نشاط اجتماعي أكتر منه أي شيء آخر وهو إن احنا دايما بنتجمع قطاعات النادي كلها بتجمع الجميع خلال الفترة اللي فاتت على الفطار يعني كان مبارع فيه الفطار بتاع مجموعة التنس كان الأستاذ محمد الغزاوي كان عضو مجلس دارة النادي الأهلي كان متواجد في هذا الفطار وكان الأستاذ طارق أنديل والأستاذ المجموعة كلها أعضاء مجلس الأدارة بالكامل الحقيقة النهاردة السباحة والسلة في مدينة نصف وكله بيبقى معزوم يعني مش بس القطاع الخاص اللي بيبقى عامل الفطار كل أي حد ممكن يروح يعني دايما نقول فعلا عيلة الأهلي ودي أحلى حاجة اللي بتميزنا فعلا هو دا اللي أنا بقوله أنه في الآخر لما تيجي تشوف اللي موجودين أنا بروح الحقيقة كل هذه الافترات لأنه أنا ببقى عايز أبص عايز أتفرج عايز أشوف إيه اللي بيحصل بروح نأكل طبعا كل حاجة ولكن والأكل بيبقى حلو كتير وبسم الله بشاء الله ولكن الأكثر بالنسبة لي بيبقى المشاهدة والنظر للي موجودين كلهم التجميعة دي مين اللي موجود بلاقي أن أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية موجودين اللي هو أحد معدي تفضل موجود هي دي عائلة الأهلي عشان كده أنا بقول أنه عائلة الأهلي بشكل مختلف دائما ما تكون متواجدة النهاردة في حمام السباحة في مدينة ناصر تلات أربعة تلاف واحد موجودين هما مش دول الفرق بقى أكيد أعضاء الجمعية العمومية والموجودين اللي كانت أستاذ خالد مرتاجي برضو أستاذ محمد الغزية وأستاذ محمد الجرحي الأستاذ طريق أنديل الكابتن خالد العوضي مدير نشاط الرياضي الكابتن واقل عزة النهاردة مدير القطاع السباحة في النادي الأهلي لكل الحقيقة النهاردة كان متواجد ومش بيحتفل لكن الكل كان متواجد دي هي النقطة كمان عايز أقول لك على حاجة أنا قلت الكلام ده أول حلقة خالص مع كريم لأن دي كانت حاجة حصلة وحعيد تاني قصة ناقصة جميلة أنا بحب أروح النادي أوقات بعد الهوى وفي هناك بعض الأعضاء اللي احنا حفظينهم يعني حفظينهم هما بيحبوا دايما لما نروح يتكلمه معنا ويرغو معنا الغير وفيه شخص تريبا فوق السمعين يا كابتن إسلام شخص لطيف جدا هو دايما بيكون متواجد في النادي هو الوحده كنت بتكلم معاه قبل كده بيقول لي بس يا نهواند أنا باجي هنا بصحة طبعا هو على المعاش ويعني راجل كبير في السن ملوش حد هو كان متزوج وزوجته يعني توفت هو بيقول لي أنا باجي هنا النادي بعد ما بصحة بفتر وباجي النادي أفضل قاعد وسط أهلي وسط علتي وهو متواجد بالمناسبة برضو بيفطر في النادي في رمضان فهي قصة كلها اللي انت مش مشترك في النادي وخلاص لا النادي الأهلي مختلف وقلنا الكلام ده قبل كده حتى لما كنا بنكلم عن الاشتراكات كنا بنقول دايما فيه أهالي بتبقى بصة أنا عايزة سيب ابني صغير وارجع على إيه كويس وبقى متطمن على ابني اللي هو التين ايجر اللي هو في سن المراقة وبقى متطمن على والديتي اللي عندها فوق الستين سنة أن هي هتبقى كويسة أو سمعين سنة لو سبتها أو غبت عنها ورجعت أن هي وسط عيلة الأهلي ده كلام مش كليشي على فكر ده كلام واقعي ما هو ده اللي أنا شفته النهاردة طبعا يعني إيه يعني أنا زي ما بقول كده قد يرى البعض أو أن يعني العزومات دي لازم لوحد يلقى طبعا لازم تروح ولكن أنا شخصيا لما بروح بروح على سبيل المشاهدة أن أنا بشوف بعض يعني حتى كل الناس يقول لي نتصور ونعمل والعاجات اللطيفة الجميلة دي ولكن في الآخر أنا ببقى واخد جنبي كده أعود أتفرج أشوف الوشوش أشوف عائلة الأهلي الحقيقية بالمناسبة بدون أي بقى فلسفة بدون أي كاميرات بدون أي حاجة وبقول دايما أن أنا لأن أنا بطلع مرة واحدة في الأسبوع خلال شهر رمضان وبالتالي قلت لما جاء أطلع وأتكلم مع حضراتكم هحكي لكم اللي أنا بشوفه هحكي لكم يعني إيه النادي الأهلي هحكي لكم يعني إيه عائلة النادي الأهلي هحكي لكم يعني إيه السباحة تعمل فتلاقي تلات أربعة تلاف واحد موجودين في الفطار تلاقي التنس بيعمل فحتلاقي ألف والألف ونص يمكن عشان العدد أو المكان أصغر شوية لكن السلة بتعمل فحتلاقي عدد أكبر عدد موجود اليد بيعمل فحتلاقي وبالمناسبة الوشوش اللي بتشوفها هنا هي اللي بتشوفها هنا بتشوف الوشوش اللي موجودة أعضاء الجمعية العمومية في مدينة نصر أعضاء الجمعية العمومية في الشيخ زايد أعضاء الجمعية العمومية في الأهل التجمع في كل حتة وفي كل مكان بتلاقي الوشوش موجودة لأنه زي ما قلنا وزي ما بنحكي مع حضراتكم عائلة الأهلي هذا هو الفارق الكبير جدا 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 ما بين النادي الأهلي لا أقصد أي شيء ولكن هنا أنا بتكلم على حاجة أنا وقعية يعني ده أمر ملموس يعني ده حقيقة فعلا طول ما أنت بتنتمي لعيلة الأهلي أنت مش وحيد حتى لو كانت ظروفك ده كلام بجد والله مش إحنا اللي بقول ده كلام يعني من الأعضاء ومن الناس اللي بتنتمي النادي الأهلي يعني هي اللي بتتكلم وإحنا بنبقى سعداء جدا إحنا كمان جزء من هذه المنظومة أكيد فكل سنو إحنا جميعا بخير والوقت بيجري بسرعة النهاردة 14 رمضان لكن إن شاء الله كده يعدي الفترة اللي جاية أو الأيام اللي جاية كمان وربنا يتقبل مننا بإذن الله يا رب يتقبل مننا وعايزين نزود الاجتهاد في الخمستاشر يوم اللي جايين الخمستاشر يوم اللي جايين رمضان بينتهي سبحان الله احنا لسه كنا بتتكلم أقول أكتر شهر يعني بيجري بسرعة وسبحان الله شهر خيراته دايما ربنا يتقبل مننا كل حاجة حلوة يا رب نعملها في هذه الأيام الجميلة اشتركوا في القناة